اشتركوا في القناة وبذلك يكون مجموح حالات الشفاء 94903 وعلنت الوزارة عن إجراء 120665 فحص دديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوصيان الطاقة الفحص على مستوى الدولة في الكشف عن 1075 حالة إصابة جديدة بغير السكرون المستجد من جنسيات مختلفة وجميعهم حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموح حالات المستجلة 104004 حالة كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربع مصابين من تداعيات الإصابة بالفيروس وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 442 حالة ترجمة نانسي قنقر